انا كنت محظوظ لانني تعاملت مع فنانين كبار حتى من قبل ما نتعامل معهم في تلفزيون تعاملت مع فنانا كبار في المسرح بحل الدكتور شافيق صحيمي بحل أستاذ المسكيني الصغير بحل مجيد في النش وحتى فجأت تجربة تلفزيونية مع أستاذ حسن الفد كانت واحدة تجربة مهمة جدا في المسار ديالي هي كانت الانطلاقة ديالي فنية كممثيل وايضا كمساهم في الكتابة لان في شانيلي تيفي كنا واحد خالية كتابة نوحة سلفد وطريق البخاري ويوسري مراكشي ودوني ابو طازوت كنا شكلنا واحد الخالية ديالي الكتابة ديالي شانيلي تيفيي خلالها عمل قوي متمييز وباقي لدى بك يتفرجوا فيه الناس عاود تجربة ديالي مع محمد الجم كانت جوج أعمال جوا من جم والسلسلة أو سيدكم العام طويل اللي كيعرفوني في الجمهور بدور ديال حمزة أغارس هذا التلميذ المجتهد وهذا وهذا العمل الجميل فيه هو أن تحتكد فيه بجموعة ديالي كوميديين وعلى رأسهم محمد الجم وكان محمد عطير كان مرحم عزيز العلاوي كان عبد الرحيم منياري جواد العالمي وممتلين كتير سعاد أخوي هذا العمل تعلمت منهم الاحتكاك كيفاش كتلعب مع الكاميرا ماشي أو اللعب قدام خشبت المصرح والجمهور كيفاش كتلعطي له قاقف البلاصة دياله وليجو كيفاش كيكون جوست يعني بزاف الحوائش كتتتعلم مع مع الناس وأيضا حتالف تجربة ديالي مع الحسين بن ياز تاو عملت معه شي كتا ديال الأعمال بناتها خفيف ضريف وبناتها مرحبا بصحابي الجوز الثاني اللي يعرفني فيها الجمهور بالدور ديال العزيز اللي كان كي يعزف العود وكان قونسير جيال العمارة مبعد في الجوز الثاني ولا موت رايب مشهور ودأتها ومحتكيت معهم إننا خيبرة وجربة ديال سنوات ما يمكنش تمر بلما تستفد من خيبرة ديال حسين بن ياز مصطفى الزعرين محجوب الراجيل الله يرحموه صلاح الدين بن موسى وفاطيمة والشاي يعني واحد مجموعة ديال الفنانيين الكبار الحمد لله باقي الاتصال من هذه الفترة مع حسين الفد إلى يومنا هذا وكنا قد نديرو جزء تاني ديال شانيلي تيفي وما كانش الاتفاق مع الشركة ديال انتاج وخرجات هذه الفيقسيون ديال الفد التيفي هذه واحدة سنوات مأبخي ما كانش اعمال جديدة ولكن العلاقة بقى مستمرة إلى يومنا هذا هذا وآخرها كان غير في هذا العيد هذا يعني كانت نباركوا العواشر مع بعضياتنا سواء مع حسين الفد والأستاذ محمد الجمتة والتصلبية والأستاذ حسين بن يازي يعني علاقات الحمد لله قوية مع الجميع الفناني المغاربة سواء كانوا في المجال ديال المصرح والسينما والتليفزيون أو في مجال الموسيقى موسيقى